بيبدأ الفيلم بنت اسمع بيلا وهي بتتكلم عجوزها ادوارد اللي بيكون مصاص دماغ وبنعرف ان بيلا تحولت لمصاص الدماغ بعد ما خلفت بنتها رينزمي فبتطلب من ادوارد ان يخليها تشوف بنتها لكنه بيرفض بحجة انها لسه متحولة جديد وده طبعا يخليها تحس بالعطش وهتكون عاوزة تشرب دم وعشان كده لازم تصطاد اي حيوان في الغابة وبعدها يسمع لها تشوفها فبتوافق بيلا وبيروح هم الاثنين للغابة عشان يصطادوا وهناك بتستخدم قوتها الخارقة وبتجري بسرعة كبيرة جدا لحد ما بتوصل لما كان فيه غزالة بس قبل ما تصطادها بتشم دم واحد بشري بيحاول يتصل لالجبل فبتبدأ تفقد السيطرة على نفسها وبتجري لناحيته عشان تمص دمه ولكن ادوارد بيروح وراها بسرعة وبيننعها وبيبدأ يحاول يقنعها انها تسيطر على نفسها وفعلا بتقتنع وبتسيطر على نفسها بصعوبة وبعدها بتروح تصطاد نمري في الغابة وبترجع البيت هي وادوارد ولما بيوصلوا للبيت بتقابل بيلا صاحبها جايكوب المستزئل وبيقول لها أنا فرحان جدا عشان شفتك كويسة فبتشكره وبتدخل تشوف بنتها رينزمي وبتتفاجئ انها كبرت بسرعة مع انها لسه مولودة من 3 ايام بس فبيقول لها ادوارد ان عندها قدرات خارقة وبتقدر تخلي اي حد يشوف زكرياتها وقبل ما يكمل كلامه بيعرفها جايكوب انه حط علامة على بنتها رينزمي والعلامة دي معناها انها يرتبط بيها في المستقبل فبتتعصى بيلا وبترميه برا البيت وبتضربه وده لانها فاكرة انها يحاول بنتها المستزئبة لما تكبر فبيحاول جايكوب يشرح لها انه كان مضطر يعمل كده وده لان المستزئبين كانوا عاوزين يخلصوا عليها وبيوعدها انه مش هيحاول بنتها المستزئبة ولا حاجة لكنه هيفضل جنبها ويحميها فبتبدأ بيلا تهدى وبتدخل البيت وهناك بتتكلم معها أليس اخت ادوارد وبتهنيها عشان عيد ميلادها النهاردة وبتديها كمان مفتاح بيت جديد هداية عشان تعيش فيه هي وادوارد لوحدهم فبتفرح بيلا جدا وبتروح هي وادوارد للبيت وتاني يوم بيرجعوا البيت عيلة ادوارد وبتعرف بيلا ان ابوها دلوقتي في حالة نفسية سيئة وده لان بقاله فترة طويلة قوي ما يعرفش عنها حاجة فبيقول لها كولين والد ادوارد انهم لازم يكذبوا على ابوها ويقولولوا انها ماتت وده عشان ما يعرفش انها تحولت لمصاص الدماء وكمان لازم ينتقلوا من مدينة داية ويعيشوا في اي مكان تاني فبتضطر بيلا ان اتوافق وبتقرر تخلي جايكوب هو اللي يبلغوا بالخبر وبالفعل بيروح جايكوب يقابل والدها عشان يبلغوا لكنه بيلاحظ ان حالته النفسية سيئة لدرجة هو ما كانش متخيلها فبيخاف يبلغوا بخبر موت بيلا لحسن يحصل له حاجة فبيضطر يقولوا ان بيلا كويسة لكنها ما بقتش بشرية زي الاول وبيتحول قدام المستزئب عشان يصدق كلامه واما بيرجي على البيت بيحكي لادوارد وبيلا عن اللي حصل وبيعرفوا من والد بيلا هيجي زورها كمان عشر دقايق عشان نفسه يطمن عليها فبتتحصب عليه بيلا وبتقوله ان والدها لو عارف انها مصاص الدماء هتحصل مصيبة كبيرة قوي فعيلة فولتري ملوك مصاصين الدماء هيعقبوهم كلهم وهيخلصوا عليهم وده لانه مخالف اصلا لقوانين مصاصين الدماء فبيطمنها جيكوب انه ما قالش لوالدها انها تحولت لمصاص الدماء المهم بعد شوية بيجي والدها يطمن عليها وبتقوله انها هتسافر قريب وهتمشي من المدينة فبيتضايق وبيرفض الموضوع لانه مش عاوزها تبعد عنه وقبل ما يكمل كلامه بيجي ادوارد عشان يوريله حافظ تورينزمي والراجل ما بيكونش مستوعب انهم لحقوا يخلفوا بالسرعة دية ولما بيمشي بيتكلم اخو ادوارد مع بيلا وبيستفزها بالكلام وبيقول لها انت ضعيفة فبيعترض ادوارد بيقوله انها اقوى واحدة فعلتهم وساعتها بتلعبوا بيلا رست وبتهزموا بكل سهولة وبيكونوا مصدومين كلهم من قوتها الكبيرة ومع الوقت بتكبر بنتها رينزمي بسرعة كبيرة قوي وبتاخدها بيلا هي و جيكوب عشان يفسحوها فبتنط رينزمي لمسافة كبيرة وبتحاول تمسك التلج ولكن ساعتها بتشوفها مصاص الدماء اسمها ايرينا وبنعرف ان البنت دي تطيق العمى ولا تطيقش ادوارد وعيلته فبتروح تتكلم مع عائلة فولتري وبتقول لهم ان رينزمي دلوقتي بقت خطر على مصاصين الدماء فبيستخدم قاروم ملك مصاصين الدماء قوته وبيمسك ايديها عشان يعرف اللي شافته وفي نفس الوقت ده بيكون ادوارد وعيلته متجمعين فبتشوف اخته آلس رؤية لعائلة فولتري وهم جايين عشان يخلصوا على رينزمي فبيتصدموا كلهم وبتكون بيلا مش فاهمة هم عاوزين يعملوا كده ليه فبيبدأ يشرح لها كولين ان عائلة فولتري فاكرين ان رينزمي تولدت مصاص الدماء بشكل كامل وده لان اطفال مصاصين الدماء بيكونوا اقوية جدا وبيشكلوا خطر كبير ومن صفاتهم كمان انهم مش بيكبروا نهاي وعشان كده عائلة فولتري قرروا انهم يتخلصوا منهم ومنعوا اي مصاص دماء انه يخلف بعد كده فبتقول لهم بلا ان بنتها نص مصاص الدماء ونص بشرية وانها كمان بتكبر بسرعة كبيرة قوي وبالتالي مش هتسمح لهم انهم يقربوا منها ابدا بس كولين بيقطعوا وبيشرح لها ان عائلة فولتري دول اقوية قوي وما حدش هيوقف قصادهم والحل الوحيد دلوقتي انهم يثبتوا لهم ان رينزمي مش مصاص الدماء بشكل كامل وانها بتكبر عادي زي اي بنت بشرية وده من خلال انهم يجمعوا صاحبهم ويخلوهم يشهدوا بكده قدام عائلة فولتري عشان يقنعوهم فبيوفقوا كلهم على الفكرة وبيكرروا انهم يتفرقوا وده عشان يجمعوا اكبر قدر من صاحبهم مصاصين الدماء المهمة في الصبح بيتفاجئ ادوارد باختفاء اخته ألس وسايبالهم رسالة بتعرفهم فيها انها مسافرة ضروري وهتشرح لهم السبب لما ترجع فبيتجه لهم موضوع وبيبدأوا كلهم يجمعوا صاحبهم مصاصين الدماء وبيروحوا لبيت عائلة ادوارد عشان يتناقشوا في الموضوع وإحناك بيقولوا ان عائلة فولتري أشرار ومش هيسمعوا شهادتهم أبدا وكمان مش هيسكوتوا غلما يخلصوا على رنزمي وعائلة ادوارد كلها فبيقول لهم ادوارد انه مستعد يدفع فولتري عشان يدفع عن عائلته وبيطلب منهم يساعدوه ويحربوا معاها فبيوفقوا وبتخرج بيلا عشان تتدرب على قوة الحماية اللي عندها وده بتخليها تصد قوة اي حد من مصاصين الدماء وبعدها بتاخد بنتها رنزمي وبتوديه عند والدها وده عشان تعب معاه شوية وبعدها بتقابل واحد تعرفه وبتاخد منه جواز صفر مزيف لإدوارد وبنتها وده عشان تبعد عن المدينة وتتطمن ان فولتري مش هيعملولها حاجة ولما بترجع للبيت بتبدأ تحضر لها شنطة وبتحط فيها فلوس كتيرة قوي عشان تكمل حياتها بعيد عنها وبتكتب لها رسالة بتقول لها فيها انا بحبك قوي فبيشوفها واحد من مصاصين الدماء وبينصحها تكون شجاعة وتحارب فولتري عشان تدافع عن بنتها والاهم من كده انها ما تبعدش عن بنتها مهما حصل فبتقتنع بكلامه وبتكرر تلغي فكرتها وفي الصبح بتروح هي وإدوارد لبيت والدها وده عشان يحتفله معاه بالكريسماس وبتدي له تذكرة سفر لفرنسا عشان تبعده عن الخطر لو حربوا الفولتري المهم بالليل بيتجمع كل مصاصين الدماء صحاب إدوارد وبيعودوا يتكلموا وبيستمتعوا بوقتهم مع بعض وفي نفس الوقت بتتكلم بيلا مع بنتها رينزمي وبتعرفها من عائلة فولتري جايين بكرة وبتنبع عليها تفضل مع جيكوب ولو الحرب بدأت تهرب معاه المهم تاني يوم بيتجمع كل مصاصين الدماء وبيروحوا يقابلوا عائلة فولتري وبيتفاجئوا ساعتها إن عددهم كبير قوي والغريب إن بييجي المستزئبين عشان يساعدوهم ومن ضمنهم جايكوب اللي بيقف جنب رينزمي عشان يحميها فبيتكلم كوليم مع أرو ملك مصاصين الدماء وبيقولوا إحنا ما خلفناش القانون ولا حاجة وبيشرح لهم رينزمي مش مصاص الدماء بشكل كامل وبالتالي هي مش بتشكل أي خطر على بني جنسهم ولكن أرو بيقولوا أنا مش مقتنع بكلامك وبيطلب من إدوارد يجيله عشان يعرف منه هو الحقيقة وبالفعل بيوافق إدوارد وبيروح له وساعتها بيمسك أرو دي وبيستخدم قوته وبيعرف الحقيقة فبيتصدم أرو وبيطلب من بالك جيب بنتها رينزمي بحجة إن عايز يشوفها ولما بتروح له بتلمس رينزمي وشه وبتوري له كل ذكرياتها من ساعة ما تولدت وساعتها أرو بينبهر من قوتها وبيتأكد فعلا إنها نص مصاص الدماء ونص بشرية وبيؤمر رجالته وقتها إنهم يخلصوا على إيرينا اللي قلت له من رينزمي مصاص الدماء بشكل كامل وبعدها بيقول رجالته عيلة كولين ما خلفوش القوانين فعلا ولكن برضو البنت دي نصها بشري وبالتالي عرفت سرهم ودلوقتي لازم يخلصوا عليها قبل ما تكشف السر دوت لباقي البشر بس قبل ما يكمل كلامه بيلاقي ألس أخت إدوارد جاية تتكلم معاها وبتقوله إن رينزمي مش بتشكل خطر على مصاصين الدماء وكمان عندها دليل على كلامها فبتخلي يمسك إيديها عشان توريله رؤية من مستقبل اللي هي شافته وبتقوله إن مع ما حصل هيفضل مصمم على كراره وعاوز يخلص على رينزمي وبعدها بتقول لبلا تخلي رينزمي تهرب فورا من مكان وبالفعل بتوافق بلا وبتخلي إدوارد ياخد رينزمي وبيهرب من مكان بسرعة وساعتها بتستغل ألس الفرصة وبتضرب أرو وبتحدفه لبعيد فبيمسكها رجالته وبيروح كولين عشان ينقذها ولكن أرو بيمنعه وبيخلص عليه فبتصدم إدوارد وبيعجم هو والمستزئبين ومصصين الدماء اللي معاه على عائلة فولتري وساعتها بتبدأ الحرب ما بينهم وقتها بيكون جيكوب بعد عن المكان وبيجري بسرعة عشان يحمي رينزمي بس بيكون فيه واحد من عائلة فولتري بيجري وراها وعاوز يخلص عليه وفي اللحظة ديت بتكون المعركة قوية جدا وبيموت عدد كبير قوي من صاحب إدوارد وعائلة فولتري وأثناء المعركة بيستخدم صاحب إدوارد قوته وبيدمر الأرض من تحتهم فبيستغل إدوارد الفرصة وبيعجم هو وبيل على آره وبيقدر يخلص عليه ولكن كل ده بيطلع إن الحرب ما بدأتش أساسا وإن كل اللي حصل ده كان مجرد رؤية من المستقبل وألس كان بتوري الرؤية دي لآره عشان تعرفه اللي هيحصل لو بدأ حرب مع إدوارد وعائلته فبيتصدم آره وبيكون خايف إنه يبدأ الحرب فعلا وساعتها بتجيب له آلس وولد نص مصص دماغ ونص بشري زي رينزمي بالزبط وبتبدأ تقوله إنه حيش بقالهم 150 سنة ومشكلش أي خطر على مصصين الدماغ وبالتالي رينزمي يا كمان مش هتشكل خطر عليهم فبيقتنع آره بكل كل كلامها وبيقرر يتخلى عن فكرة الحرب وبيمشي هو ورجالته وبعد فترة بيروح جيكو بيتكلم مع إدوارد وبيوحده إنه هيحمي رينزمي للأبد وساعتها بتشوف آلس رؤية ليه في المستقبل وهو مع رينزمي وبيرتبطه هما الاتنين وبعد شوية بيروح إدوارد وبيلا يعودوا في المكان اللي كانوا دايما بيعودوا فيه وبتوري له بيلا ذكرياتهم القديمة سوا وبتقوله إنه محدش هيحبه زيها وهتفضل جنبه للأبد وللأسف بيخلص آخر جزء في أجمل سلسلة بصراحة أنا تفرجت عليها في حياتي وبيخلص الفيلم لو عجبك الفيلم بقى اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة أنا عملت قناة تانية وتسميتها أفلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة